نتحول إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعرب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عن انفتاح موسكو على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الضمار الشامل وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح وخلال كلمته أمام منتدى قانوني بمدينة سان بيترسبرغ أكد بوتين أن بلاده قامت بعملية عسكرية على أوكرانيا لحماية المنحدرين من أصل روسي والمتحدثين بالروسية بمنطقة دونباس الشرقية من الاضطهاد من كيف أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ستة آلاف جندي أوكراني استسلموا أو وقعوا في الأسر ومن جانبها قالت الاستخبارات الأوكرانية أن 144 جنديا أوكرانيا من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في أوسبستال في مدينة ماريوفال الساحلية تم إطلاق صراحهم ضمن عملية تبادل الأسر مع روسيا قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف أن العقوبات ضد موسكو عمل عدواني على حد تعبيره وأضاف مدفيدف أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تعتبر مثل هذه الإجراءات العدائية بمثابة عمل من أعمال العدوان الدولية معتبرا تلك العقوبات سببا للحرب وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها في خطوة أكدت موسكو أنها بادرة حسنينية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن انسحاب قوتها المتمركزة في جزيرة الثعبان الأوكرانية للسراتيجية في البحر الأسود والوقاع قبالة ميناء أوديسا وزارة الدفاع الروسية قالت أن القوات الروسية أنجزت أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها معتبرة أن هذه البادرة من شأنها تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا كما شددت على أن موسكو لا تعوق الجهود الأممية لتنظيم ممر لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا الوضع الميداني في شرق أوكرانيا لا يزال يشهد تطورات يومية حيث سيطرت القوات الروسية بالكامل على كل أراضي مصفات النفط وذلك في مدينة ليسيتشانيسك التي تعتبر من أكبر مصاف النفط في أوكرانيا كما تعد المدينة آخر مدينة رئيسية خارج سيطرة موسكو في منطقة لوهانسك يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها تمكنت من القضاء على كتيبة من القوات الأوكرانية في منطقة مصفات النفط بعد أن استمر القتال لعدة أيام في المنطقة الصناعية التابعة لها ولا يزال الوضع الميداني ينبئ بتطور في ميدان القتال يوما تلو الآخر ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن إجمالية الجنود الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يزيد عن ستة آلاف جندي أوكراني اشتركوا في القناة